الحمد لله رب العالمين الحمد لله الواحد الأحد الفرض الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله المنزه عن الشبيه والمثيل والوالدة والولد سبحانه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام على رسول الهدى محمد طه الأمين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على بنوالهم إلى يوم الفصل والدين أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مجلس جديد من مجالس الخيرات واليوم أحببنا أن نتكلم عن أمر يعني هو تابع للأمور التي تكلمنا عنها في الحلقات الماضية حيث تكلمنا في الحلقتين السابقتين عن بعض النصائح يعني التي تكون سببا في السعادة الزوجية وأحببت أن أتكلم اليوم عن أدب الحديث والحوار وهذا الأمر يعني يشمل الزوجة والزوجة يشمل الوالد والولد يشمل الأخ مع أخيه الأخ مع أخته الصديقة مع صديقه يعني كلنا نحتاج إلى مثل هذه الآداب لماذا؟ لأننا لما نراعي مثل هذه الآداب يعني تحسن أخلاقنا وكل منا يعامل الآخر معاملة حسنة وكل منا ينتبه على لسانه فإن كثيرا من الكلمات حيانا قد تكون الكلمة يعني مفتاحا للخير قد تكون يعني لذلك قالوا الكلام الذي يعني يخرج من القلب يصل إلى القلب فقد تكون الكلمة سببا في النجاح سببا في فعل الخيرات سببا في الحث على الطاعات وقد تكون الكلمة سببا في التراجع إلى الوراء سببا في الكسل وكثير من الأمور التي لا تحمد عقباها فالكلام ليس هكذا على إطلاقه لا يطلق الكلام على عواهنه هكذا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا وبيّن عليه الصلاة والسلام بيّن خطورة اللسان وكما ورد عن بعض الصحابة كسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه حينما خاطب لسانه قائلا يا لسانك الخيرا تغنم واسكت عن شر تسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صمت نجا من صمت نجا من صمت نجا لأن الإنسان إن وجد للكلمة طريقا في الخير فليتكلم بها وليكثر كأمر بمعروف أو نهي عن منكر ونحو ذلك وإن لم يجد للكلمة سبيلا إلى الخير فليمسك عنها ولا يتكلم بها لأنك إن تكلمت إما أن يكتب لك أو يكتب عليك إما أن يكتب لك الجزاء الحسن والثواب العظيم وإما أن يكتب عليك يعني من الذنوب والمعاصي ونحو ذلك في حالة أنك تكلمت بالسوء والمعصية والعياذ بالله تعالى فالكلمة لها آدابها لذلك من الآداب التي يعني نفتقر إليها في مجالسنا والتي نحتاج إليها حينما يتكلم كل منا مع الآخر نرى مثلا أناسا عندهم شهوة لأنه كمان الكلام شهوة شهوة الكلام هذه الشهوة إن لم تضبطها وأطلقت لها لعنان فتؤدي بك إلى المهالك والعياذ بالله تعالى فليس كل كلام يخطر على بال الإنسان يتكلم به احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان فبعض الناس من من عندهم شهوة الكلام ترى الواحد منهم إذا يعني جلس في مجلس يريد أن يأخذ المجلس كما يقول لحسابه لا يريد لغيره أن يتكلم وإن تكلم غيره يقاطعه وإن تكلم غيره يقاطعه بل لا بالعكس ينبغي أن ننظر وأحيانا بعض الناس يتكلمون بصوت مرتفع هذا الصوت يزعج غيرهم فينبغي أن نراعي مشاعر الآخرين ينبغي أن نراعي مشاعر الآخرين وينبغي أن نتحلى بمثل هذه الآداب التي سنذكرها بعد قليل من آداب الحديث أن يتحدث الإنسان مع الآخرين مع إعطاء كل واحد منهم دوره في الحديث فلا يمنع غيره من الحديث يعني بعض الناس إن تكلم هو لا يريد أن يعطي دورا لغيره لا بل العكس أنت إن تكلمت وبيّنت يعني أفسح لك المجال تكلمت أفصحت عما بداخلك بيّنت الذي تريد بيانه فاعطي دورا لغيرك لا تأخذ المجلس كله لك إلا إذا كان المتكلم يتكلم بكلام مخالف للشرع فهنا أنت تتدخل لماذا؟ لبيان الصواب لبيان الحكم الشرعي وتتدخل بأي شيء تتدخل بالحكمة والموعظة الحسنة لماذا؟ لأن الله أمرنا بذلك أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والعلماء قالوا من شرط إنكار المنكر ألا يؤدي إلى منكر أعظم ألا يؤدي إلى منكر أعظم ومن أداب الحديث أن يحرص الإنسان على افتتاح حديثه بالبسملة والحمد له والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الواحد منا أول ما يبتدئ كلامه دائما يبتدئه بالبسملة بقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم والحمد له يحمد الله سبحانه وتعالى والحمد معناه يعني معناه الثناء ومعنى نحمد الله يعني نحن ومعنى لما نقول الحمد لله يعني نحن نحمد الله ونثني عليه نمدحه ونثني عليه بألسنتنا على الجميل الاختياري الذي أنعم به علينا من غير وجوب عليه الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بكثير من النعم فقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فهذه النعم التي أنعم الله بها علينا ليس واجبا على الله أن يعطينا إياها الله خلقك فليس واجبا عليه أن يعطيك نعمة الصحة ليس واجبا عليه أن يعطيك نعمة البصر ليس واجبا عليه أن يعطيك نعمة السم إلى غير ذلك من النعم هذه النعم هي تفضل من الله سبحانه وتعالى على عباده فنحن لما نحمد الله سبحانه وتعالى يعني معناه نحن نشكر الله نثني على الله نمدحه بألسنتنا على هذه النعم التي أنعم بها علينا من غير وجوب عليه لأن الله لا يجب عليه فعل شيء سبحانه وتعالى وكذلك ذكر الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لماذا لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني بسببها الله يغفر الذنوب بسبب الصلاة على النبي تفرج الكروب وتغفر الذنوب بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الله يصلي على الإنسان ومعنى الله يصلي على الذي يصلي على النبي يعني معناه نحن لما نقول اللهم صلي على محمد الصلاة في اللغة معناها الدعاء ومعنى لما نقول اللهم صل على سيدنا محمد يعني كأننا ندعو الله ونقول اللهم زد سيدنا محمدا تشريفا وتعظيما اللهم زد سيدنا محمدا تشريفا وتعظيما والسلام معناه الأمان يعني كأننا نقول يا رب أمنه مما يخاف على أمته يوم القيامة أما الصلاة من الله الصلاة من الله معناها الرحمة ليس معناها أن الله يصلي كما نحن نصلي باللسان ونحن ذلك الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى بل معناها أن الله يرحم هذا العبد ويرفع درجته ويغفر ذنبه سبحانه وتعالى وصلاة الملائكة على الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم معناها الدعاء بالاستغفار يستغفرون له يقولون اللهم اغفر الله اللهم ارحمه وهكذا فالإنسان لما يبدأ حديثه يبدأه بالبسملة أي قول بسم الله والحمد له أي قول الحمد لله وأن يصلي وأن يصلي ويسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مما يبارك الحديث ويسدد قول الإنسان فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلام أو أمر ذيبال لا يفتح بذكر الله فهو أبتر أو قال أقطع ما معنى أبتر وأقطع يعني مقطوع البركة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذيبال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع يعني من البركة وكذلك من آداب الحديث أن يجتنب الإنسان الكذب في حديثه أن يجتنب الإنسان الكذب في حديثه بل عليه أن يتحرى الصدق عليه أن يتحرى الصدق ولا يتكلم بكل ما يسمع من هنا وهناك والأمر ليس فقط فيما يتكلم به بل عليه أن يتحرى الصدق فيما ينطق به وفيما يكتب وفيما ينقل الواحد منا مثلا الآن تعددت المواقع على الفيسبوك أو تويتر أو واتساب ونحو ذلك ليس كل ما تصل إليك رسالة تشيرها وترسلها إلى مئات الناس لا عليك أن تتحرى حتى إنك قبل أن تضع لايك ونحو ذلك عليك أن تنظر إلى الكلام المكتوب فإن كان كلاما موافقا للشرع صحيحا ليس مخالفا للشرع ليس افتراءا وليس كذبا إلى غير ذلك قبل أن تشيره وقبل أن تضع لايك ونحو ذلك عليك أن تنتبه عليك أن تنظر لماذا لأنك مسؤول لأنك مسؤول عن ذلك ولا تكتب بكفك غير شيء يصرك في القيامة أن تراه ومعنى اتصال أهلا وسهلا ومرحبا يا شيخ لو سمحت عندي سؤال معلش هو خرج الموضوع يعني اتفضل أنا عندي زودي يعني أنا زودي تانية وعنده أولاد كبار وهو ما بيشتغلوش يعني أبداهم في التلاتينات هو بيصرف عليهم هو يقول لي كده أنا حرم ولا حلال يقول لي سأليدي شيخ يعني أما عندهم كم سنة واحد ثلاثين وواحد اتنين وثلاثين واربعة ثلاثين مجوزهم ومخلفين ومش بيشتغل طيب فيه سؤال تاني بالنسبة يعني هو عنده حفرين ولودرين عنده إيه؟ عنده لودرين وحفرين لوادر لوادر عنده اتنين يعني من اللودر واثنين حفار تمام دول عليهم زكاة ولا لأ ولو أنا دلوقتي حطة فلوس بنك ومعنديش حد يعني يمسكهم لي حطة فلوس أنا في البنك عشان أفضل منهم فلداء يعني كده أنا حرام ولا حلال يقولون كده نزا أولا طلع زكاة ولا بشعر فإزالهم طيب حاضر نقاوبك إن شاء الله أولا بالنسبة للوالد أو الوالدة ونحن ذلك يعني ينبغي أن ننبع أن الأمر قائم بيننا على الإحسان والمودة والرحمة فكل واحد مننا إن استطاع أن يساعد الآخر وأن يعينه خاصة في مثل هذه الأيام فالإنسان لا يتأخر عن عمل الخير وخاصة إن كان ذي رحم لأن الصدقة على ذي رحم أعظم أجرا وثوابا لماذا؟ لأنها تتضمن صلة الرحم وتتضمن الإحسان والصدقة فأول شيء الإنسان طالما أولاده بلغه يعني صاروا مكلفين بعد التكليف ليس واجبا عليه أن ينفق عليهم بعد التكليف لذلك ننتبه إذا إنسان أنفق على أولادي أحيانا بيبقى ينفق عليه إلى أن يدخل الجامعة ويزوجه ونحو ذلك ينبغي أن يخلص نيته لله وأن يعلم أن ذلك من باب الإحسان من باب الفضل ليس من باب الوجوب بل بعد أن يصير الولد مكلفا إذا كان الوالد فقيرا يعني يصير الولد واجبا عليه أن يعمل وأن ينفق على والدي الفقيرين فإذا كان مثلا أولاده كبار ومتجوزين ونحو ذلك يعني تعطلت بهم أمور الحياة وضغوطات الحياة ونحو ذلك فإن استطاع أن يساعدهم وأن ينفق عليهم فبها ونعمة وإلا فعلى الأولاد أن يتحركوا ولا يعتمدوا على مثل هذا الأمر عليهم أن يتحركوا وأنت عينيه وأنت أيضا يعني ساعديه بل بالعكس إن قصر هو في الإحسان إليهم أنت حثيه على ذلك ويقول لك أجر وثواب عند الله أما بالنسبة للوادر والحفار ونحو ذلك ده بيعرف بيحسب هو إمتى ابتدى شغل بيهم وإمتى جابهم علشان في شروط معينة لما يعرفها لما لا بد أن يتعلمها يعني بيشوف مثلا شيخ في المسجد ولا حاجة بيقول له على الشروط دي الضوابط اللي هي بيكون مثلا حالة عليه الحاول ونحو ذلك بيكون كمل سنة هجرية كاملة فبيكون عنده فيه زكاة اسمها زكاة عروض التجارة فيسأل عنها ويأخذ تفاصيل أكثر وبالنسبة لو واحد مع فلوس حطها في البنك ونحو ذلك بينظر هذا المال إن كان قد بلغ النصاب أو لم يبلغ النصاب وبلغ النصاب يعني 83 جرام وشوي فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحاول بيكون وجب عليها أن تخرج الزكاة على قول من قال بالزكاة في الأوراق المالية ومعنا اتصال آخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بالنسبة يا شخل اللي عايزي جيب قلب يعني عشان جهاز عروضة وكده حرامه لحلال يعني ماشي حاضر في سؤال تاني شكرا ينفر بالنسبة لمسألة القروض ونحو ذلك الإنسان ينظر العلماء يفرقون بين يعني إذا كان للضروريات وإذا كان للرفاهيات يعني ما يجيش واحد يقول لنا روح أجيب قرض علشان يطلع المصيف لا أما مثلا واحد لا يوجد عنده بيت يحتاج إلى شراء بيت أو يحتاج إلى أن يعف نفسه إلى غير ذلك بمثل هذه الأمور الضرورية التي يحتاج إليها فالعلماء يفرقون والإنسان في مسألة القرض يعني ينتبه كيف يأخذ وكيف تكون المعاملة بضوابطها الصحيحة حتى يعني يسلم من أي شبهة إن شاء الله تعالى فذكرنا أنه من أداب الحديث أن يتجنب الإنسان الكذب في حديثه بل عليه أن يتحر الكذب فيما يقول وفيما يكتب وفيما ينقل لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع والنبي والله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الإنسان عليه أن يتثبت عليه أن يتبين ليس لمجرد أن جاء شخص إليه فنقل له كلاما عن إنسان آخر أو انتحرى أو يعني انتتبع الكلام بعد ذلك يجد أن الكلام لا أصل له ولا صحة له فأحيانا تحصل قطيعة وتتقطع الأرحام وعدم الصلة إلى غير ذلك بسبب كلمة لا يعرف لها يعني مصدر ولا يعرف قائلها كذلك من آداب الحديث أن يحرص الإنسان على تجنب حراج أخيه المسلم عندما يتحدث فلا يتكلم بعيوبه وزلاته وهفواته أمام الناس أحيانا بكل الواحد أعد بيتكلم مثلا في مجلس فيأتي إنسان آخر فيستهزئ به أو يذكر عيوبه ويذكر زلاته أمام الناس يريد أن يفضحه أمام الناس أو مثلا يعني يستهزئ به ويستخف به إلى غير ذلك مما يكسر قلب هذا الإنسان مما يكسر قلب هذا الإنسان بل إن أراد المصحة ينصحه بينه وبينه لا أمام الناس لذلك قالوا إن صح ولا تفضح وعاتب دون أن تجرح الإنسان ينتبه إن صح ولا تفضح وعاتب دون أن تجرح وإن شاء الله تعالى لعله نكمل إن شاء الله بقية الكلام في الإسبوع المقبل بإذن الله تعالى ونعتذر عن التأخير عن هذه الحلقة وموعدنا في الإسبوع المقبل إن شاء الله تعالى فانتظرونا بإذن الله بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته